طيب بأمر الله في الفيديو ده هنحل وركشيت نمبر 1 وركشيت نمبر 2 لدرس أوسيليتري موشن من يونت 1 لسن 1 من كتاب المعاصر ساينتس الوركشيت لبريب 2 هنبدأ بسم الله المعين الله صلى الله عليه وسلم وبركاته سيدنا محمد وعليه وسحبه وسلم تابعوا معاي الانسرز دي علشان فيها حاجات كتير غلط فمتكتبهاش على طول سبيس ان دي سبيس ار اكزامبلز اف بريديك موشن البرريديك موشن لدي لأسيليتري موشن والإيه وللويف موشن بس عايزة اشرح ليكو حاجه بسرعه كده يبقى الاسيليتري موشن والويف موشن انا عندي فيه اصلاً الموشن عموماً الموشن الحركه بتاعتنا عموماً او بتاعت اي حاجه عباره عن حاجتين عباره عن عن ترانزيشنا الموشن اللي هي دي و periodic motion طيب ايه الفرق؟ الترانزيشنال موشن دي هي حركة object من one point to one point من starting point to ending point في straight line زي حركتنا احنا كده لما نخرج من البيت رايحين مكان دي اسمها transitional motion او حركة الكورز مثلا مفهوم كده دي برده كمان اسمها transitional motion لكن الperiodic motion هي موشن بيحصل لها repeating بتتكرر ماشي كده بتتكرر في same period او same time زي حركة moon حوالين الارث مش دي كده حركة بتتكرر بيلف لفة مثلا ولياكم one day ويلف لفة كمان او مثلا بنتكلم عن حركة الارث حوالين الصن بتلف لفة في 365.25 days وترجع اللفة اللي بعدها برضه في نفس الdays فدي كده بتتكرر في نفس ال time دي بتبقى اسمها periodic motion او حركة البندليم بتاع الساعة برضه دي كده ايه periodic motion فالperiodic motion بقى هي ليها نوعين من او شكلين من الموشن اللي اتنين بيتفقوا في كونهم بيتكرروا ولكن بيختلفوا في شكلهم اول حاجة الأسورية للموشن زي البندليم مثلا كده او التنينج فورك او ايان كان وي الويف موشن زي حركة الويف بتاعت المية او حركة الساوند او حركة اللايت كل دي تعتبر ويف موشن مفهوم كده طيب يبقى الامبال عند الوسيليتري موشن وي الويف موشن طيب الوسيليتري موشن is the motion of oscillating body around its A بنتكلم على حاجة مثلا زي البندليم كده فالهو بيبقى اول حاجة قبل ما احط الحجر واشغاله كده بيبقى بيبقى ساكن كده او ريست او واقف كده بعد كده بعد ما احط الحجر بيبدأ يتحرك كده صح ويرجع وبعدين يتحرك كده ويرجع فالمنطقة اللي كان واقف فيها في الاول او البوينت اللي واقف فيها في الاول بتبقى سماع الريستين بوينت البوينت اللي هو ما كانش فيها بيتحرك يبقى ايه الراوند ريستين بوينت دي صح عند its velocity is space when it passes this point طيب لما يطلع كده ويرجع تاني يروح على الريستين بوينت دي بتبقى الفوليس بتاعته ايه بتبقى الفوليس بتاعته اكبر حاجة طيب ليه لانهو بيقرب من الجرافتي اا مش هي لما بتطلع كده بتلاقى ان الفوليس بتاعتها بيت close بعدين هتقف لحظة بعدين تنزل بتبدأ الفوليس بتاعتها تزيد 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 لغاية اما بتبقى اقصى حاجه بها لماكسمام بتاعتها وهي هي ليه لان هي وهي هنا عملة تتحرك ناحية الري prés ناحية الارض في الارض بتشدها في الاسبيت متاعتها بتزيد فعلشان كده اللي بيقلف الفوليس بتاعتها بيت ايه هقول به بتبقى ماكسمام هنا اكبر حاجة تاب وهنا هنا تقريبا بتبقى زيرو علشان ايه علشان هي بتتحرك عكس الجرافتي فعملت قلة تقلة لغاية ما بتقف لحظة ممكن انا ما شوفهاش اللحظة دي او ما دركهاش ما اوعهاش بمخي بعد كده تبدأ تنزل والفلس بتاعتها تزيد ماشي كده يبقى الفلس بتاعتها ريتش اتس ماكسمم وين اتباسد زيس بوينت سبيس and space are examples of oscillatory motion زي ما قلنا التنينج فورك مثلا او السبرينج او السوينج كل دول من الاسمبل بتاعت الoscillatory motion وفيه الستريتشد سترينج للسلك المشدود كل دول برضو oscillatory motion بعد كده قلنا دي خلاص الاتنين صحة space is motion is considered the simplest form of oscillatory motion ايه ابسط حاجة ليه الاسمبل هارمونيك موشن سيمبل هارمونيك موشن هي الابسط حاجة ليه الاسمبل هارمونيك موشن بقى simple harmonic motion اللي هي حركة الوي في الشكل ده دي بتبقى اسمها simple harmonic motion ودي ابسط حاجة بتوصف الايه الاسمبل هارمونيك موشن اذا كائنة energy equal الكائنة energy اللي هي half mv squared يعني دي خلاص كده ماشي بس احنا بما ان هو كتب لكده points فممكن نكتبها كده ممكن نكتب هنا بقى ده الام اللي هي mass والفي اللي هي velocity squared ماشي كده يبقى هاو في mv squared والم هي mass والفي هي velocity بس squared طيب والكائنة energy اللي هي الكي اي كي اي كي اي كي فور كائنة اي فور energy give reasons the motion of retory p is considered as اذا periodic motion هو بيقول لي ليه اي حاجة عموما تعتبر periodic motion يعني بيسألني عن اي object ليه يعتبر periodic motion فاقول له definition بتاع periodic motion يعني هو ليه الحاجة دي تعتبر تابعة periodic motion اقول له لانها بتعمل حاجة في periodic motion اللي هي اي بقى هي يالpereagement definition بتاع ايه اللي هي فهو بيقول ليه lerids repair p تعستيبار periodic motion ات ربيت اتس موسيون ده من الديفنيشن بتاع البريدك موشن انا كاني بكتب الديفنيشن بتاع البريدك موشن at equal periods of time يبقى هو بيقول ليه الحاجة دي predict motion اقول له علشان الديفنيشن بتاع البريدك موشن كذا او عشان هي بتعمل نفس اللي البريدك موشن بيعمله equal periods of time او equal intervals of time the oscillating of the two branches of turning fork اللي هي دي oscillating بتاعتها اللي هي بتتحرك كده وكده لما باجه ازها الوافز بتاعتها بتفضل تعمل كده ده بيبقى هنا the rest position is oscillatory motion برضه اقول له هي ليه oscillatory motion طب هو يعني ايه oscillatory motion الoscillatory motion هي حاجة بتتكرر برضو الobjectفاء بيتحرك حوالين the rest point بتاعته وبتكرر الحركة دي and all because it moves or it repeats its motion around its rest position and it repeats its motion around its rest position at equal periods of time عشان هي بتكرر حركتها حوالين the rest position or it oscillates around its rest position at equal periods of time define the periodic motion or the oscillatory motion من the definition اللي بنقول عليها مثلا the predict motion that is repeated ممكن نقول بس regularly يعني بشكل منتظم at equal periods of time and the oscillatory motion that is the motion of oscillating body away from its rest position while aware it repeats its motion at equal periods of time ماشي هنزود عليها دي من خلال ال definition لما تحفظوه من الكتاب هتعرفه تكتبه شوفها اينا اكتيفيتي the graphical represent the oscillatory motion اللي هي ال graph اللي بالشكل ده كده بس هو عايز الاكتيفيتي فالاكتيفيتي ديت اللي هي فين باحظة كده اللي هي دي شوفو كده اللي هو ده ال oscillatory motion دي الاكتيفيتي دي ماشي بس ال graphical representation اللي هو ده هنرسم ده ماشي بس الفكرة بانه هو عايز اكتيفيتي فهتعمله الاكتيفيتي كلها ده المطلوبة الاكتيفيتي كلها مفهوم كده طيب ندخل على الامتحان اللي بعد worksheet number two the space includes force access of maximum displacement maximum displacement دي اللي هو amplitude ماشي كده طيب ايه بقى اللي هو عبارة عن four من ال amplitude هو المكسيمم التاني يعني ادي كده هو دي ال rest position اللي قلنا عليها صح المكسيمم displacement دي يعني ابعد ما كان يقدر يروحه بعيدة عن ال rest position بتاعه ده كده اسمه amplitude فلو هي عملت four من ال amplitude دي بقى عملت ايه عملت complete oscillation طب اعرف منين ادي هنا كده مثلا اهي ادي واحد اتنين اللي هو كده بعدين ثلاثة اللي هو كده الناحية التانية هو بعدين اربعة اللي هو كده هو قال لي four صح فور اهو يعني واحد بعد كده رجع كده بعد كده روح بالشكل ده مثلا كده بعد كده رجع بالشكل ده كده طب رجع فين رجع هنا فكده complete oscillation كده اه يعني عمل full period او دورة كاملة مفهوم كده لما وقف هنا بدأ من ال rest position ورجع عند ال rest position تاني دي كده اسمه complete oscillation اللي فيها four او four success of maximum displacement او four amplitudes if the frequency of oscillating body is a hundred hertz so the product time is t equal 1 over f وبالتالي 1 over 100 تديني 0.01 seconds علشان ده product time لو نديني بقى مثلا ال time وعايز الف فالف برضو equal 1 over t ماشي what you figure represent the relation between the periodic time and the frequency لسه قالين انهم عكس بعض فبينهم حاجة اسمها inverse relation فالinverse relation دي لأ دي direct طيب دي دي direct بعد كده inverse او عفوا دي كده يعني مثلا ال frequency طيب خلينا نقول هنا مثلا لما ال frequency بيحصل له increasing او لما ال time بيحصل له increasing frequency بيحصل له increasing يبقى دي كده direct زي بعض ماشي كده بعد كده هنا لما ال time بيحصل له increasing frequency بيبدأ يحصل له decreasing فدي direct بعد كده inverse ودي inverse بعد كده direct هو لا انا ال relationship between frequency ال time هي inverse على طول كل ما واحد يزيد التاني يقل مفهوم كده هو انتو بتعرفوا دي منين يعني بتعرفوا مثلا ان direct و inverse ازاي او انا لسه اقيل الكلام ده على اساس ايه بصوا لو مثلا frequency بيزيد فالمفروض ال time يقل علشان هما inverse صح فتعالوا هنا مثلا اني شوفت محققها ولا لا يعني مثلا ال time عند one الا الفريقونسي عند six طيب لما ال time زادت شوية بقى عند two ال time زادت بقى عند two شوفتوا ال frequency راح كام لتو فدي كده inverse ليه لان لما ال time زادت من one لتو الفريقونسي قل من six لتو فكده دي inverse طب تعالوا كده نشوف بقى بعد كده طب لغاية هنا صح صح طب تعالوا دي ما دي هببوزننا الدنيا ليه لان بصوا كده لما ال time هيبدأ يزيد مثلا عند zero point four لقيت ال frequency بقى عند four الفريقونسي رجع يزيد تاني طب دي كده مثلا اهي يعني وصلت عند two ده معنى كده product time زادت ال frequency زادت فكده direct يعني الجزء ده كده direct اللي اتنين بيحصل لهم نفس the change وده inverse عكس بعد في the change مفهوم كده which figure represent a half complete oscillation half complete oscillation يعني two amplitudes بس صح وبالتالي هي half وبالتالي دي ما ما تنفعش represent a half complete oscillation فدي ما تنفعش لا يعني مش c لان دي بصوا اخد من a من a for b b for a a c c a يعني a ال b ادي كده بسم الله الرحمن الرحيم كده amplitude واحد ماشي كده بعد كده b ال a b ال a كده اثنين يعني كده ادي واحد اثنين بعد كده a ال c كده ثلاثة بعد كده c ال a كده اربعة فكده دي complete oscillation يعني هنا دي بتعبر عن complete a oscillation طيب هنا بتعبر من b ال a ادي واحد ومن a ال b ادي اثنين كده يبقى كده يبقى كده دي half يبقى هي دي تبتع له دي من c ال b فين c ال b اهي ادي واحد من b ال a اثنين اثنين من a ال b ثلاثة يبقى دي 0.75 من ال complete oscillation يعني half plus quarter يعني بقي لي amplitude كمان عشان اوصل ل a ال complete oscillation مفهوم يعني بنعملها كده 3 over 4 من ال complete oscillation والتالهية دي half the time taken by evaporating body to make one complete oscillation is ال time اللي بياخده علشان يعمل complete oscillation is small predict time يعني علشان بص عشان يعمل دي كلها كده بياخد حاجة اسمها ال predict time from the opposite figure the oscillatory motion of the simple pendulum calculate amplitude amplitude هي الماكسيمم قولنا الامبليتود هي ابعد حاجة عن resting point يعني ديات ماشي كده فهنا بقى لو جات على graph ابعد حاجة زي عن resting point دي او دي صح فاشوف دي بكام مش عندي صح اشوف دي بكام ب 2 يبقى 2 2 ايه بقى 2 سنتيمتر الامبليتود ده distance في الاول وفي الاخر distance فاشوفها هي بكام مفهوم؟ يبقى بعد حاجة اللي هي النقطة دي ال point دي او ال point دي او ال point دي طب عايز اشوفها بكام اروح بقى اشوف هنا كده ماشي لان دي اهي ال displacement predict time هو ال time اللي اخده علشان يعمل complete oscillation يعني طب complete oscillation هنا عارفها عارفها عبارة عن 4 كده لما يروح كده ويجي كده طب هنا عبارة عن ايه؟ عن ويف كده top ويجي كريست او bottom ويجي كريست top ويجي كريست على حسب ما انا فاكر البتاع ده بعيد يعني بالشكل ده كده ماشي اللي هي دي كده دي كده ويدي دي كده تعتبر complete oscillation فانا اشوف ال time بتاعها قديل time بتاع اللي هي دي ماشي اللي هي 0.2 طيب انا مش عارف افرد مثلا حاجة بدأت من كده مثلا فانا مش عارف بقى اجيب complete oscillation ازاي اروح بقى عدد ال ويفز كلها مش انا عارف ان ال t دايما equal t over n انا عندي لو لما انا اعطل امشي باللو مش هيعطلني خالط فعد كده انا بقى عندي كم واحدة عندي ادي 1 عندي ادي 2 عندي ادي 3 لا ادي 1 اهو لغاية هنا كده هي 1 صح كده هي 2 كده هي بس اللي هي دي بس يبقى عندي ال n ب 2.5 اتنين هم وبعدين عندي 0.5 نصها علشان انا مش عندي كلهم طيب ال time اللي اخدوا كانت 0.5 ال time total time مفهوم كده لان t the product time equal a t over n فاجيب دي كده تشوفها تدين نفس ال result 0.5 over 2.5 2.5 2.5 تديني برده 0.2 0.2 مفهوم كده يعني عد دول المهم ان انتو تعرفوا هتعدوا ازاي يعني كده one complete oscillation كده half منها ماشي كده كده مثلا لغاية هنا 3 over 4 وهكذا فدي كده half لما لقي الكريست دي او التوب دي فتعتبر ايوة اسمها كريست اعتقد عندكم حتى برده فتعتبر half طيب الفريكوينس الفريكوينس اقولنا على طول فوق t equal 1 over f او الفريكوينس اللي انا عاوزها equal 1 over t فانا 1 over t انا جبتها ب 0.2 ماشي كده فتطلع ايه اه 1 over 0.2 تطلع طريبا 5 1 over 0.2 تطلع ب 5 طيب افرد ان انا خايف 5 hertz افرد ان انا خايف او خايفة اكون جبت افرد ان انا خايفة 0.5 يبقى 2.5 over t عندي اللي هي 0.5 ماشي كده هتطلع ب 5 برده ايه او طب اعد مثلا واحدة بس يعني مثلا لو قلت ان انا عندي 1 شوفوا كده 1 برده طريقة اهي كمان n over t من اين اعد ايه ان اعد ايه بس فدي وان صح وااخد التايم بتاعها التايم بتاعه اللي هو ايه مش دا تايم ما هو الى 0.2 هتطلع برده 5 او اعد ادي وان و ادي 2 ماشي كده وااخد التايم بتاعها يعني الاف اكوال الان انا مش انا اخد تو من المسلما دول كده اخد التايم بتاعه اللي هو الى 0.4 ماشي كده اكد ثلع بكام تطلع بردو بمكاني بعمل كده 2 over 4 multiply 10 20 over 4 تديني بردو 5A هيرتز ماشي كده فخلى عندكم مرونة في حتة الحل ده ان انتو تعرفوا عارفين تفهموا المفهوم نفسه وبعد كده بقى تحلوا بالطريقة اللي انتو عايزينها اعد كله اعد نصه اعد واحدة بس ففكرة ان انتو مش حافظين القانون او الحاجة او بتكتبوها وخلاص او حافظ ان t equal 1 over f او f equal 1 over t فكرة انتو فهمينها هتلاقوا حاجة جميلة جدا ماشي وهتحبوا النوع ده قصلا من ال problem زي لو انتو فهمين put through or false complete oscillation is maximum displacement done by oscillating body away from its rest point او rest position لأ الحاجة دي اسمها ايه اسمها amplitude لانه بيقول لي ابعد حاجة بيروحها بعيد عن ال oscillating body بيعملها بعيد عن ريس انبوينت اللي هو كده مثلا فبعد حاجة دي اسمها ايه ال amplitude the periodic time is the time taken by oscillating body to make 4 successive maximum displacement دي true away from its rest position بيقول لي ال periodic time لما يعمل 4 من المكسيمم دي اسمها مش المكسيمم دي اسمها امبرتود طب مش هو لما يعمل 4 من الامبرتود زي يبقى دي total total period او complete oscillation وبتالي ال time بتاعه بيبقسم ال periodic time the accelerating body which is frequency is 50 hertz it takes 50 seconds to make one complete oscillation طيب هو بيقول لي ال if equal 50 هياخد time 50 seconds عشان يعمل complete oscillation يعني عشان يعمل n 1 complete oscillation يعني النمبر ال n هنا في اللول اللي هو ال if equal n over t ال n هنا هو النمبر بتاعت complete oscillation النمبر اللي عمل فيها واحدة من ال oscillations كاملة ماشي كده طيب فهو انا هشوف يعني انا if هو قل complete oscillation فn over t n اللي هي 1 over t اللي هي 50 فتديني ايه تديني 1 over 50 اللي هي ايا كان فالس بقى frequency مش هيطلع 50 frequency هيطلع 1 over 50 frequency هيطلع 1 over 50 مفهوم كده يبقى فالس وال frequency طب ليه عرفت اهو ما نعملتها ب n over t ماشي طيب what mean by the amplitude of oscillating body is 0.2 meter اقول لك ايه ممكن نقول ان ال اه هو ده ال 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 لها اكتر من حاجة بس خلينا نقول it means اولا انا اقول ال definition بتاع ال amplitude اللي هقول مثلا it means is the maximum displacement done by ازا هو بيقول لي ايه buy this oscillating body away from its rest position يعني هنقل ده كله كده اهو هنا equal 0.2 meter ماشي ادي دي طريقة من خلال ال definition او اقول له it is mean او it means that the lens of the wave done by this body equal equal 0.8 meter او ال 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 0.8 لان مش دي ال amplitude يبقى 0.2 x 4 يدين ايه 0.8 meter او اسمها ايه the complete oscillation the lens of the complete oscillation equal 0.8 ماشي هو طبعا هتلاقوا عايز ايه عايز دي يعني دايما لما بيقول لي what is mean buy باجيب ال definition او الحاجة القريبة منها يعني مثلاً the frequency of turning fork is 652 hertz هنقول this means واقول the definition بتاع frequency يعني this means this turning fork made a complete made 652 complete oscillation in one second هكتبها لكم this means that this tannin fork makes or makes 652 complete oscillation in one second اعايز اشرح لكم get million مش equal equal n over t here number of complete oscillations a one second فانا عايز اخلي الف دي اللي هو مدالب 652 اخلي equal equal n فالف هتبقى equal n لو تي دي بكام بone صح؟ يعني مثلاً دايماً الاكسامبل اللي بحب اشرحه عبد الرحمن equal محسن over احمد ماشي كده؟ فانا عايز عبد الرحمن يبقى equal لمحسن يسوي محسن اعمل ايه؟ الحل ان اخلي احمد ده بone صح؟ عشان لو خلت احمد ده بone هخلي محسن over one بمحسن ما هو؟ اي حاجة over one بتديني نفس الحاجة فخلي عبد الرحمن بيسوي محسن لما خلي احمد بone عشان محسن over one فهتديني محسن يبقى عبد الرحمن هيبقى equal محسن على طول فانا عايز اخلي الفيقوينس دي equal ال n دي فالحل ان اخلي التب ايه بone فانا قلته this means that this turning fork makes 652 complete oscillation يعني خلت ال n بـ 652 اللي هي نفس المين الفيقوينس اللي هو بيقول هو بيقول الفيقوينس هاي فانا خليت ال n هي كمان بدي طب عشان اخلي ديت اللي هي ال n دي بـ 652 لازم اخلي ال time بكام فعشان كده خليت ال time بايه؟ بone second مفهوم كده the time taken by oscillating body to make 30 complete oscillations is 10 seconds دي زي problem كده هو مداني ال time اللي هو الت اللي هو 10 seconds بتاع ايه؟ بتاع ال n ب30 complete oscillations ده يعني ايه؟ ده ممكن اقوله ان الت equal t over n وبالتالي 10 over 30 1 over 3 يعني اقوله ان this means that the periodic time هقوله this means that the periodic time of this object equal 1 over 3 seconds او اقوله ان f equal n over t يعني 30 over 10 تديني 3 hertz اقوله this means that the frequency of this object equal 3 hertz يعني اقوله د او د this means that the periodic time of this oscillating body equal 1 over 3 seconds او this means that the frequency of this oscillating body equal 3 hertz the oscillating body makes in اهي 540 in time 1 and a half minute 1.5 minutes طيب انا مش ما بعرفش سبب المنت صح علشان انا سواء the frequency او time بجيب ال time بالsecond فالتي equal 1.5 multiply 60 دايما لان 1 minute equal 60 seconds فلما يبقى عندي 1.5 minute يبقى equal 1.5 multiply 6 عندي 100 equal كم seconds او 100 multiply 60 يبقى 1.5 فهتديني 90 seconds طيب لما يبقى عندي time 90 seconds دا اقدر اقول ايه اقدر اقول نفس ده اقدر اقول له مثلا the frequency equal 440 over 90 فادي هتروح معادي تديني 6 او تديني 6 hertz مثلا فاقول له مثلا this means the frequency of this oscillating body equal 6 hertz او اعكس بقى the periodic time of this oscillating body equal 1 over 6 اللي هي دي كده seconds ماشي فدي او دي عادي write the scientific term the reciprocal of the frequency reciprocal 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 مقلوب reciprocal الحاجة العكس للfrequency فهو البريديكتايم اللي عمالين بنقول عليه احنا دلوقتي في 2023 في اول السنة ماشي واول حاجة انا شرحتها على القناة بتاعتي كانت في 2020 شهر عشرة يعني من اكتر من سنتين كانت منهكه ده وبالتالي هو الفكرة في ان فات وقت عليه المهم c بتطنتق كc لما بيجي بعدها i او e او y يعني مثلا مثلا بنقول كده recycle مثلا فبننطق c c علشان نجي بعدها y او i او e زي مثلا شفتو التالت اهي reciprocal أو oscillating reciprocal او نجيب مثلا cement مثلا كل دي شوفوا عمالين نقولي على c زي ما هي c بس اسناء كده بتتنطق k زي كده كالسيام مثلا شفتو ده فيها الاتنين كالسيام دي اتنطق k علشان بعدها a مش i او e او y ودي اتنطق c علشان بعدها i اللي هي من i او e او y علشان كده دي اسمها reciprocal of the frequency the simple sforma of the oscillatory motion زي اللي فات يبقى simple harmonic motion when the periodic time of a turning fork increases the number of complete oscillation which made by it in one second will decrease كأنه اب بيكلم عليه number خلال time one second in over t اللي هي mean frequency كأنه بيقول لي لي لما the periodic time بيحصل له increasing and the frequency بيحصل له decreasing هنقول له because periodic time هكتبها تي بقى اللي هي predict time انتو هتكتبوا predict time is inversely proportional to the frequency ماهو ده كده كله frequency ماشي؟ وهتروح عاملين له دي دي يعني بابا اللي كان فكرني بيها قال لي اي حاجة ليها علاقة فيها رسم او حاجة اعملها علشان لو انت عارفها طبعا علشان هتتحاسب عليها بالدرجات او لو كان في حاجة غلط في ايجابتك دي هتديني لها درجة يعني على الاقل هياخد لها درجة فترسموا دي بعد ما تكتبوا دي study the opposite figures in answer the following equation point A represents point A represent represent the wrist point point A هي بيتمثل point A المكان اللي بيبقى واقف فيه قبل ما بشغله the distance AP represents AP اللي هي A and it is equal distance ماشي equal amplitude اللي هي maximum distance from its rest position اللي هي دي and it equals equal distance of A مثلا of CA كده بالشكل ده صح؟ مش دي قده or AB هو or AC يعني equal D equal D equal D ماشي كده the vibrating body has maximum kinetic energy جميلة قوي الكنetic energy equal half mv squared m دي ما بتضغيرش لانه هو نفس الobject اللي هو البندليم ما بيضغيرش الماس بتاعته ما بتضغيرش صح؟ هو اللي عمال يتحرك من ALP لC فهو من ALP لC الماس بتاعته ما بتضغيرش وبالتالي الكنتك بتبقى كبيرا او بتبقى depending on بتعتمد اساسا على ايه على الفي فكأنه بيقولي the vibrating body has its maximum velocity مثلا ما هي دي؟ يعني الكيناتك انيرجي دي جاي من الفلوستي فانا فكر بقى هو الفلوستي اكبر حدا فين قمنا عند الريست بوينت هنا لانه بيبقى بيقرب بيقرب وكل ما يقرب من الريست بوينت هو بيقرب من الارض فبالتالي الفلوستي بتاعته بتزيد يبقى الpoints ايه ايه ماشي كده؟ هنا كلمة points عشان اكتب لنا مثلا بي و سي لا هو هنا خلينا نقول الكينتك انيرجي ماكسمم عند ايه ماشي؟ والكينتك انيرجي زيرو عند سي و ايه سي و بي عفوا دي وهنا وهنا زيرو لانه بيقف كده لحظة علشان بيطلع عكسي وانذا بندليم ميكس ايه 600 complete oscillation in 2 minutes t equal a 120 seconds عرفت منين هقوله ان t equal 2 minutes فهعمل multiply seconds فهيدين 120 seconds it's frequency ال n over t ده الfrequency equal 600 over 120 فده ايه تروح ما دي تديني 5a هي frequency يبقى 5 varities طيب and it's periodic time ال if equal اما اقول 1 over 5 على طول seconds او اقول t over the n اللي هي اقلبها فتديني بردو 1 over a 5 seconds d t periodic time ماشي؟ يعني ممكن اقلبها على طول لان الfrequency عكسي طيب الفيديو جاء ان شاء الله هنبدأ نحل وركشيت 3 او 4 على حسب ولدي لدي وانا عندي 5 ومش هنحله كلها لدي 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 لدي